أنا أعتقد أنه منذ اليوم الأول ألقى الرئيس الأمريكي بايدن خطاب مقتضب كان أهم ما فيه أنه نبه على كل القوى الإقليمية التي تتدخل في هذه الحرب أعاد وكرر في خطاب آخر نفس التنبيه وبلينكين وزير خارجياته أعاد ونبه نفس التنبيه أوستن وزير الدفاع أعاد ومرة أخرى وحذر أي قوى إقليمية من التدخل في هذه الحرب لم يقتصر الأمر على تنبيهات وتحذيرات وإنما أرسلت حاملات الطائرات أنت تحدثت في تقريرك عن الحجد العسكري الكبير الذي يتضمن أكبر حاملتين أكبر حاملات طائرات في العالم موجودة الآن على السواحل البحر المتوسط أمام السواحل الإسرائيلية وأيضا أيزنهاور وصلت إلى جانب مجموعات من القطع البحرية هذه الحاملات تحمل أحدث ما هو موجود في العالم من طائرات تمهك في حوالي 500 قذيفة موجودة عليها إلى جانب كل الأسلحة المعروفة وهي مستعدة وقالت بلا تردد أننا سنتدخل إذا تدخلت أي أطراف إقليمية دعني أناقش مسألة الأطراف الإقليمية واحتمالية نعم لدينا أولا إيران وهي الراعي الأساسي للأدوات التي تستخدمها في هذه المنطقة من حزب الله من حجد في العراق من الحوسيين في اليمن من الفاطمين في سوريا إلى آخره إيران نفسها طوال تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لم تدخل في أي حرب مباشرة مع إسرائيل رغم أن إسرائيل ضربت داخل طهران نفسها عددا كبيرا من الأهداف أهمها وأقصاها هو أكبر عالم للزرة والخيار النووي الإيراني ضربته وقتلته في قاسم سليماني قتلته في العراق تقوم إسرائيل كل شهر بضرب أهداف سورية وإيرانية داخل سورية ولا ترد إيران على الإطلاق بعد ثلاثة أيام من سبعة أكتوبر قامت إسرائيل وهي تظهر مرة أخرى أنها تعافت من الصدمة التي واجهتها في سبعة أكتوبر قامت بقصف مطار دمشق ثم قامت بقصف مطار حلب وعادت وقصفت مطار حلب لاحقا وقتلت في مضرات سابقة عددا من قيادات الحرس السوري وأيضا من قيادات حزب الله ولم ترد لا إيران ولا حزب الله على الضربات التي تلحق بها في الساحة السورية إيران عادة لا تدخل هذه الحروب وهي تستخدم أدواتها فقط وهي في هذه المرحلة فيما أعتقد تدخل في مساومة تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية بمقابل ضبط عناصرها وأدواتها في المنطقة تحصل على تحسين الشروط في الاتفاق النووي 5 زائد 1 وأعتقد أن إيران وفقا للتصريحات التي صدرت وزير الخارجية الإيراني زار عدد من دول المنطقة وقام بعمل مؤتمر صاحفي في لبنان حزفت إيران أجزاء منه وقال بالنص سأقول لحضرتك الأجزاء التي تم حزفها من النشط قال أن المقاومة وحدها من الذي سيقرر طبيعة المعرك وبالتالي لا تعتمد علينا اثنين قال أن لدى المقاومة ما يكفيها من سلاح تشارك في هذه الحرب يعني أيضا لا تعتمد علينا قال أيضا عندما التقى برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة السيد هاني إسماعين هنية الذي غير معروف لماذا خرجت أغلب قيادات سبعة من قيادات حماس الأساسيين خرجوا وتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يعاني ما يعانيه الآن من هذا العقاب الجماعي الذي تمارسه دولة الاحتلال ضدهم وإسماعين هنية يخرج من الدوحة من أفخم الفنادق خناكي وطالب الشعب الفلسطيني بالصمود والتصدي إلى آخره التقى السيد وزير الخارجية الإيراني بهنية وقال في تحليل الخطاب تحليل الدقيق للخطاب يجب أن نقرأ بدقة ما قاله استخدم تعبير قد أكثر من مرة قد 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 الرئيس الإيراني عاد في خطابي أيضا وقال أن المقاومة وحدها هي التي من تأخذ القرار لا أعتقد أن إيران وهي بصدد بناء إمبراطوريتها الفارسية الإيرانية تدخل في مغامرة لتجهد هذا المشروع الذي تريده أن يكتمل هي ممكن أن تضحي بأحد الأدوات ربما حماس لكن في تقديري أيضا أنها لن تضحي بحزب الله لأن حزب الله هو ابنها البكر والأساسي والكبير وهي تعتمد عليه في مهامه في لبنان هو من يمنع منع في السابق ويمنع الآن انتخاب رئيس جديد للبنان وفقا للتلت المعطل الذي يتلكه في سوريا أيضا هو يشارك في القتال بألاف ربما عدد كبير من مقاتلي فيها أريد أن أذكر هنا أيضا السيد المشاهد جميل جدا سنأتي إلى مسألة حزب الله اسمح لي بس أكمل دي فضل حزب الله دخل في معركة في 2006 وبعد هذه المعركة التي تحدث عنها كثيرا ونظرية العنكبوت وأوهى من خيوط العنكبوت عاد حسن نصر الله في نهاية هذه المعركة وكل ما أقوله مصبت ومن يريد أن يطلع على ما أقوله يعود اليوتيوب والوسائق سيجده قال حسن نصر الله لو كنت أعلم منذ البداية أن هذه الحرب سيحدث ما حدث ما كنت شاركت فيها دعنا من هذه المسألة ولنعود لسياق تاريخي مصبت تماما في 2008-2009 تعرض قطاع غزة لعدوان واسع جدا وحتى دخول بري محدود من قوات الاحتلال الإسرائيلي ولم يشارك حزب الله ولا بإطلاق طلقة واحدة في 2012 قامت إسرائيل بعدوان واسع آخر على قطاع غزة ولم يشارك حزب الله ولا بطلقة واحدة لدعم المقاومة في 2021 أيضا قامت إسرائيل بعمل عدوان واسع على قطاع غزة هدم نصف قطاع غزة وقتل من المدنيين 1470 مواطن فلسطيني ولم يدخل حزب الله لدعم قطاع غزة وحماس بطلقة واحدة